اهلا بكم. معاكم اميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي. تعالوا نعمل مهلا بيت الاريو بطريقة سهلة وبسيطة. هحتاج حوالي عشرين كطعة من باسكوت الاريو. هفضيهم كلهم في حاجة. وهبدأ ان انا افصل الباسكوت عن الكريمة اللي في النص. على فكرة احنا اصلا واحنا صغيرين كلنا كنا لازم نعمل الحركة دي. فهم تقريبا عارفين ان في ناس ما بتكلوش غير كده. فموضوع ان احنا نفصلهم عن بعد ده سهل جدا جدا. يعني هم مش مصعبين الدنيا علينا. بمنتهى البساطة بنشيل الباسكوتين عن بعض وبناخد الكريمة نركنها على جنب. ده الباسكوت اللي انا فصلته هاخده اضربه في الكبة ونعمه قوي قوي. ودي الكريمة اللي كانت في النص وبخلي بس كمقطعة كده علشان استخدمها في تازين المهلبية. علشان اعمل المهلبية هحتاج لتر من اللبن آآ الحليب. آآ السكر دايما بيكون حسب الرغبة. انا هحط على كل كباية لبن آآ معلقة سكر. يعني اربع معالق من السكر. ومعايا ربع كباية من النشا. ودي نص كباية من الدقيق. كنت دايما بستغرب آآ وبقول ازاي المهلبية هتحط عليها دقيق. بس لما تجربيها فانا هتلاقيها طعمها حلو جدا جدا. آآ بدوب بقى كل ده على البارد طبعا ما رفعتاش على النار. بدوب اللبن مع السكر مع الدقيق مع النشا. بقلبهم جويس قوي قوي علشان احيانا النشا بتبقى مكالكعة من تحت. وخلي بالك لو اللبن سخن وانزلت بالنشا. اول دقيق هيكالكع مش هي يعني مش هيدوب معاك. آآ ده البسكوت اللي انا هحطه فيه الكبه وهطحنه. والمهلبية برفعها على نار هادية وبخلي ايدي فيها على طول علشان ما تتحرقش او ما تشتش يعني ما تلزقش فيه الحلة وتشت. اول ما بلاقيها بقى بدأت ان هي يعني تدين قوامل سميك ده. آآ بشيلها من على النار. وهنزل عليها الكريمة اللي انا شلتها من البسكوت. الكريمة اول ما تنزل في المهلبية وهي سخنة كده هتدوب على طول. آآ دول بقى الكام كطع اللي انا كنت مخلياهم آآ دربتهم ضرب خفيف قوي في الكبه انا اصدا هما يبقوا كطع كده علشان يبانوا في المهلبية سواء في الشكل او في الطعم. يعني انا ما ردتش اطحانهم بودر كده زي ما انتم شايفين كده. آآ علشان خاطر آآ تبقى طعمها وشكلها حلو في المهلبية. المهلبية بقى حنزل بآآ معلقة من البسكوت المطحون ده. ومعلقة آآ من المهلبية. وبصوا يعني هو التزيين ده بيرجع لك انت. عايزة الاول تحطي المهلبية وبعني تحطي البسكوت البودر ده من فوق وبعني تحطي مهلبية تاني تمام. عايزة تحطي من تحت فيه الكاس او الطبق المهلبية البودر البسكوت البودر زي ما انا عاملة كده برضو تمام. يعني دايما التزيين ده بتاعك انت او يرجع لك انت. هو بس راعي ان انت يعني اول ما تدفي على المهلبية تحطيها على طول في الكاسات او الاطباق علشان خاطر كل ما هتطعط كل ما هتتقل. آآ هتعمل طبقة كده على الوش مش هتبقى آآ لطيفة يعني. آآ طبعا آآ ممكن بقى تحطي على الوش سوس شوكولاتة. ممكن تحطي كراميل. آآ ممكن تحطي قطع البسكوت زي ما انا حطى كده. دايما التزيين ده بيرجع لك انت. آآ طبعا بتتاكل برده. انا نسيت اقول لكم ان احنا حطينا عليها آآ بعد ما طفينا زرة من الفانيليا راشد فانيليا يعني. سواء بودرة او الفانيليا السيلة على حسب اللي موجود عندك. آآ طعمها حلو جدا ما تخفيش من تجربة على المهلبية. آآ خلصنا الفيديو يارب يكون عجبكم وان شاء الله اشوفكم في الفيديو القادم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.